مملكة البحرين لتجميل الشوارع والتقاطعات والحدائق والمدن الإسكانية والمتنزهات تواصل مملكة البحرين جهودها الحثيثة في تطوير وتنمية المجال الزراعي خصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء على مذكرة بشأن خطة التشجير في مملكة البحرين تماشيا مع التزامات المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالإضافة إلى التوسع في مشاريع التشجير بمختلف الشوارع والتقاطعات والمشاريع الحكومية خطة التشجير التي أعلن عنها تهدف لمضاعفة العدد الحالي للأشجار من مليون وثمانمائة ألف شجرة إلى قرابة ثلاثة ملايين وستمائة ألف شجرة بحلول العام الفين وخمس وثلاثين بالإضافة إلى زيادة أشجار القرن بمعدل أربع مرات كما ركزت الخطة على دراسة ما يتلاءم مع مناخ مملكة البحرين من حيث أصناف الأشجار التي سيتم زراعتها ضمن المشاريع الحكومية واختيار الأشجار التي تتميز بانخفاض مستوى استهلاكها للمياه وتتحمل ارتفاع ملوحة التربة وارتفاع مستوى امتصاصها للغازات المنبعثة والتي تساهم في خفض درجات الحرارة وتصب مملكة البحرين اهتمامها بالتوسع في التشجير وزيادة الرقعة الخضراء والذي من شأنه الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ومساهمته في تحسين المناخ وتخفيض درجات الحرارة والمحافظة على التنوع البيولوجي من النباتات المحلية وتوفير السياسات الداعمة للتشجير وجاءت هذه المبادرة لتشجيع الأفراد على المشاركة في التشجير وتشجيع الشراكة المجتمعية في هذه الخطة واعتماد الآليات اللازمة لرصد التطور المحرز في التشجير وتوحيد المعايير المتعلقة بالتشجير فمملكة البحرين زرعت وعيا زراعيا كان حصاده اهتمام المواطنين والمقيمين بالمجال الزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بما يعزز من مستوى جودة الحياة تحقيق التنمية المتعلقة بالتشجير 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 اشتركوا في القناة